السلام عليكم معكم الرا أخرى الدكتورة مهداوي ياسمينا نتمنى تكونوا مزيانين اليوم سنتكلموا عن زراعة الأسنان وهي آخر تطور في التركيبات التابعة يجب التفكير في عمليات زرع الأسنان كيف يكون الإنسان يفقد الأسنان لعدة أسباب وخصوصاً كيف يكون الأسنان الجانبية لا يجب أن تبتع لها الجسر وكيف يكون الإنسان لا يتحمل التتبيتات المتحركة نفسياً لا يتحملها عمليات زرع الأسنان عبر مراحل أول شيء نقوم المريض نعينه ونطلب له أشعة وتحاليل إلى أن يكون لديه أمراض مزمينة ونرى مع الإختصاصي نرى ونحدد المكان الذي سنقوم بها زرع السن ونزرعه جدر إصطناعي مصنوع من مادة تيتانيوم هذا الجدر إصطناعي مصنوع من مادة تيتانيوم هو الذي سيكون بالنسبة لنا هو حجر الأساس الذي سوف يفوق منه سوف نقوم بها التاج أو الجسر أو التقن جميع العمليات عندها مخاطر يعني يقدر يكون مخاطر صعوبة تخطر الدم أو كيكون توروم أو التهاب وفي بعض الحالات في بعض الحالات كيكون رفض الجسم لدك التيتانيوم يعني كيكون كينا دراسة أرمانيا ويقوم بأنه هناك 14 ألف حالة في مليون حالة يعني النسبة عن 14 مئة كيكون رفض الفك لدك الجدر الإصطناعي من التيتانيوم نستطيع أن نعرف أن زراعات الأسنان تمت بسلام بالمعاينة بالأشعة لأن فيه كنحطو دك الجدر الإصطناعي بالتيتانيوم كنخليوه في الفك مدة ثلاثة أشهر عندما يرجع المريض نطلبه من نوع الأشعة ونرى ما هو العظم التائم عليه هذه العملية نسميها التعظم يعني ما يبقى في ذلك الوضعية دياله ونرى حالة اللتة وما ليس هناك توروم ليس هناك اللون عادي وحالة المريض تكون مزيانة في جاء الحالة الصحية العامة هناك أمراض لا يستحب فيها زراعة الأسنان في حالة أمراض القلب أو مرض السكري فين كي يكون غير متوازن أو فقد المناعة والناس اللي عندهم مشاكل في تخطر الدم إذا كان فيك هذا شيء إذا أنت غير مناسب لزراعة الأسنان بالحديثة في مجال زراعة الأسنان أول شيء أنه قبل كنا كنت نتظروا ثلاث أشهر بعد الخلع باش كنقدرون وضعوا ذلك الجدر الإصطناعي من التيتانيوم ولكن الآن مباشرة بعد الخلع كنوضعوا الجدر دينا الإصطناعي وكاين واحد البرامج يخرجوا تطبيقية بالأشعة التي تعطينا العرض والارتفاع ديال الفك بشكل دقيق وعليه كي يكون الزرع بشكل أدق أكثر شكرا بزاف كنخليكم بخير والحلقة إن شاء الله القديمة باي باي